مرحبا بكم مرة أخرى في الفقرة الثانية من ربريك لانترفيو الجزء الثاني بلوتو مع الأستاذ غازي الشاويشي الوزير السابق القياري بالطيار الديمقراطي مرحبا بكم مرة أخرى سي غازي الشاويشي نحن نحن طوى دخلين على حملة انتخابية كيفية تشوفوا الانتخابات البرلمانية الجاية يعني دور البرلمان بالدستور الجديد المصار الانتخابي بصفة عامة لا هذا المصار تعرفوا نحن ضده منذ البداية نحن ضد الاستفتاءة وضد الدستور ضد القانون الانتخابي وضد الغرف هذه اللي حب يعملها معناها فولكلور اليوم يعايشين ومشهد معناها عبثي معناها فوضوي معناها بامتياز رئيس الدولة ما عندوش حتى غايب يش يكون هناك برلمان معناها سليم برلمان فيه شخصيات معناها محترمة برلمان نكم تراه في المنافسة اليوم هو معناها راو معارضته ومقاطعته كل القوى السياسية اليوم مدنية أو حزبية شكوني نبقاه الحزاب اللي مقطعته هي حزاب ما قبل 25 جويلة لا لا سمحني الحزب العمال طو بربي كان في الحكم قبل 25 جويلة ولا حزب القطب مثلا هو معناها في الخماسي مثلا هي اللي مع حركة الشعب مش كانت في الحكم ما شو سي سالم لبيذ كان وزير وبعد دخلوا معنا في حكومة معناها ليس خفاف خيخ وما فما حتى حد رو كان خارج المنظومة قبل 25 كنا في داخل المنظومة وقايس عيد هو بنفسه هو داخل المنظومة وشارك حتى في دستور 2014 وكانت شخصية يعتبره خبير ويجي في مختلف وسائل الإعلام وترشح تبقى القانون اللي كان معناه موجود وصعد رئيس الدولة وقدى اليمين على الدستور 2014 هو الذي انقلمه على المنظومة هو على اساس ان يركز منظومة جديدة تعتمد على البناء القاعدي تعتمد على الدستور يكرس نظام رئاسة وبيمتياز لعنده رغبة الاستبداد والتغول بالحكم لا يمكن اي منظومة استبدادية انا تنجح الاستبداد هو يفتح الببان للفساد المنهج الجديد اللي غي اختاروا سيد رئيس الجمهورية يقول خلينا نجربوه بعدين نحكم عليه كما جربنا الدستور 2014 يكروا القذافي يا الله يرحموه قعدت 42 سنة في الحكم وريتوا نهاية شنوه شعمل في ليبيا خربها ليبيا ليبيا رأي كانت نجم تكون معناها قبلة في العالم معناها كدولة معناها متطورة تنظر الامكانيات اللي عندها وشعبها معناها مش كبير والمنطقة الاستراتيجية اللي عندها خربها القذافي اليوم سيد قيساد يحب يعملن نظام قذافي جديد يعتمد على ما يسمىها الديمقراطية المباشرة الشعب يريد اعطيه ما يريد وهو يحقق المناخ شكارة ههو الشركات الاهلية نعطيهمهم يط ما يمنش بالدولة رئيس دولة ما يمنش بالديمقراطية التنفيليها رئيس الدولة ضد الحزاب السياسية رئيس الدولة ضد النخب ضد الاشساد الواسيطة ضد المنظمات رئيس أهم جماعة حاجة اسمه دولة حسب النمط الحديث اللي عيشته دول العالم. انت تجبت الشركات الاهلية. ما تجبش تكون حل الاقتصاد الوطني. شركات الاهلية. عديني خبير واحد في تونس خبير. سايب عليك من الحزاب. نقول له الحزاب نحنا ضده. دي ما مش نقوله ضد. جيبنا خبير محايد يقول لشركات الاهلية تنجم تكون نموذج لخلق ثروة. كاراكوز شركات الاهلية كتا عضوديات رأوا اعظم متعضوديات. لان شروطها تخلي ناس في حال تعطالة. وناس معناه يرغبون في التواكل على اموال الدولة. هو الجاقة هو العقلية. مش قال يا ناس يخدموا. قال له ما عملوا شركات الاهلية. تونجي بلكم الفلوس ونتعلموا المنهوبة بك الصلح الجزائي اللي عملوا طوما جاب حتى فرنك. جيستمو. ما رأيك في قانون الصلح الجزائي؟ كاراكوز آخر جديد. انا راني مع صلح الجزائي. وانا مشيت له رئيس الدولة قبل الخامسة عشرين وقبلت سيد رئيس. رأوا انا وزير املاك الدولة في حكومة الياس فخفاق. عنا مشروع لقانون الصلح الجزائي. باش نسكروا ملف العدالة الانتقالية. نسترجعوا اموالنا المنهوبة. ونحقوا المصالحة الوطنية. ونسكروا هالملف. اعطيني انتي افكارك سيد رئيس. خلينا نعديوها على مجلس النواب. قال لي عندي افكارة موش وقتها. افكاره هنا ريناها في مقانون الصلح الجزائي. طو قانون الصلح الجزائي مهدي في بيلك وقتها امضاها عليك الطاولة المستديرة هذيك في مارس 2022. قدش لنا طو مارس. عنيش هي سبعة شهور. اعطيني دور وتخلي لتونس. ساعة ومتخليش حايز التنفيذ. لانه يزمو يعمل الهيئة اللي تعتني بالصلح الجزائي اللي كان بامره. هو اليه اليوم في تونس. وغير قادر باش ينفذ قوانين. هو صنحها. معنا بش تراه فاقد الشي لا يعطيه. هو قاعد يكرس في منظومة شعبوية. فاش لا بيتم عن الكلمة اليوم. رأوا العالم ولا يضحك علينا. رأي الدول ولا يتضحك علينا. رأى تونس ملي كانت نموذج يحتذا به كالتجربة الديموقراطية ناشا في الدول العربية. وثورة السلمية. فانتي اليوم واللينا مصخرة. الملف التونسي ولا يطرح في كل اللقايات الدولية كملف مقلق. مقلق. الناس متقلقة. انه تونس كون فيها حرب هالية. انه كونس تونس فيها كفاءة انفجار. انه تونس معنا تضربها المجاع. انه تونس الهجرة تولي بالالاف. انه تونس تولي عنصر موتر للأوضاع اللي بطبيعتها متوترة معناه في ليبيا. يعني كجاحة. رأوا كالثة اللي وضع في تونس. انتي قلت يعني الدول متوترة من الوضع في تونس. متقلقة. متقلقة يعني. ما يصيرش شبه اتفاق مع صندوق النقد الدولي. رأوا شنو اللي اعطوونوا صندوق النقد الدولي. تعرف هو. هو رأوا ما اعطووش القيس عيد. اعطوو للشعب التونسي باش يحافظ على استقرار. وحكومة. وامنوا الغذية. نحن يزمنا ناخذو ثلاثة مليار دولار. اعطوونا واحد فاصل تسعة واحد. اثنين. اعطوونا على اربع سنين. على اربع اقصى تحط في بيلي كل قسط بخمسمائة مليون دولار تقريبا مليار دولار. باش ناخذوه معناه سنة ثلاثة عشرين. باش نخلصو. اللي باش تعطيهونا باللي مين. باش عام 2016. يبدأ يخلص افرتيت دولار. معتك شي يوم فانتكونت. مقابل اصلاحات غير قادر عليها. تعريق ريتو الاتحاد. اش عمل تواقلوا ان يلزم الامضام تع رئيس الدولة. لانه نعطيك معلومة. وقالوها ناس قابلوه. ضد اي اتفاخ مع صندوق النقد دولي. سي قاية سعيد. قال هذي المغزاوي. وقال سي محمد المسليني. رأوا هالاصلاحات حزمة ما سمية بالاصلاحات. رئيس الدولة ضد. تقول قاية رئيس الدولة ضده وحكومته تتفاوض. اي هذا هو فينه عقلك. بلاش عقل. دولة تسير بدون عقل. دولة في حال جنون. نحن تونس عايشين في حال جنون. تسمع بها مهبول هبالجماعة. هذي اللي عايشين في تونس. بكل صارحة خلين قولها. الشعب يزمو يستفيق. رأينا ماشيين للهاوية. رأي الدولة قاعدة تنهار. رأي الدولة اليوم هي في حالة فلاس فعلي. اصبحنا نتسول. حط في بالك رأي المقاولين في الأشغال العموم. مش قاعدين يخلصوا. رأي المؤسسات العمومية كما سوها معناها ديوانة للحبوب. مش قاعدين يخلصوا من عند الدولة. الدولة مش قاعدة تخلص المستقعة. اليوم غير قادرية مش نسكروا. الاكزرسيس تاع دو ميل فان دولة. هذا هو سؤال. هذا هو الظبط. يعني مظلنا ما نسكرنيش قانون المالية متاع الفين واثين واثين وعشرين. يقول قايا كيفاش ننشو القانون الفين واثين واثين وعشرين. من نجموش نسكروا. لانه في قانون الفين واثين واثين وعشرين. الحكومة هذية. اكا القانون المالية صدقوا عليه قايي سعيد وقال آآ آآ نازل عالجمرة صادق عليه. حطوا في بيالهم انه بش تدخل التمويلات تاع صدق النقد دولي. ما دخلتش. وبالتالي منيش مش نسكروا. عنا مطالبين ثلاثة وعشرين مليار دينار. ننقوهم بش نسكروا. معناها سنة ٢٠٢٢. خمصاش اكتوبر كان عاط يا ربي رو عنا مشروع قانون مالية. خلي على قل ما ما يحبش الحزاب. خلي الخبراء والمنظمات تحكي فيه. يا سمحني. يصنع في قانون مالية في بيت النوم سيد رئيسة. يا اخي الشعب التوس هي شعب مواطنين ولا شعب رعاية. اخي مانش في بلادنا مش في رزقنا مش في ملكنا. انتي تحب تقترض وتحب تورط بشعب تونس. بمفردك يا اخي معناش قيمة معناش قدر عليش قتلك رئيس دولة. قيس عيد اكبر شخصية يحتقر الشعب تونس. هو يعني يريده رعاية لا يريده مواطنين ومواطنات. هو موقفك يمكن على خطرك معارض. لكن الموقف الاخير يقول لك المصار اللي مش فيه قيس عيد سيد رئيس الجمهورية. هو مصار اسحيح. المعارضة تبني موقفها بحكم انها معارضة. ونحالها الحكم. انا رأينا يتكلم بعقل. الاخري ما يتكلموش بعقل سامحني. يماشين في مصار وينقضوا فيه اسمع. طيب وشكون المسالة. معنا ينبغوا ما ثلاثة حزاب. وحيد ممثل في البرمانة وحيد. لو في بيالك فما حزب وحيد دعمه. الطو. وفي اه اه امور واضح اسمع سلم لا بيضرس مواطنين المغزيم. كانوا معاكم في انا ومختاروا. مشاوا اختاروا في طريق دعم سيد رئيس ومحرار في اختيار. ولكن الطو اللي ت عنده منظر لنقديرها ولي قرارات رئيس الدول. الاحزاب الاخرى سامحني حزب سعبيد لبريكا ولا حزب الطيار الشعب اذي احزاب ما كانتش ممثلة في البرلمان سامحني. الان هي طاعته برانا وفرصة ربما بش تكون ممثلة معنا في البرلمان. تاو نشوفه على كل حال في الانتخابات. يدعموا في قيس سعيد. اليوم فين هزكم قيس سعيد. اسهله. قلوا انتي فين هززكم قيس سعيد. اهه. شنية بصماتكم في الدستور. شنية بصماتكم في القانون الانتخابي. لا شيء. معناها كالدعم الاعمى. الدعم الاعمى رابش يزنى فيها ويهديكم. انا بالنسبة لانا غازي شويش. كامين عام لحزب الطيار الديمقراطي. يبديوش تسعين في المئة من الشعب التونسي مع قيس سعيد. انا ساكون من العشرة في المئة ضد. وعمره ما كانت الاغلبية. هي اللي صاحبت الحق راو. وانا نقول لك اليوم في تونس. قيس سعيد لم يبقى له الا قلية القليلة اللي ما زالت تعتقد فيه كشخص نظيف وحامل لمشروع تونس. الاغلبية اكتشفت انه السيد هذا فاقد الشي لا يعطيه. وانه شايش هذا هذا البلاد للهاوية. سيغازي نرجع شوي القانون الاتفاق. شبه اتفاق مع صدقنا الدولي. والكلم اللي قاعدت قال بخصوص الخوصصة او رفع الدعم وكذا. بيجاز لو موقفكم من هذي. نحنا اسمعني في رفع الدعم نحنا ضد رفع الدعم كليا. ما تراش انه حل توجيه يعني المستحقين. الطيار الديمقراطي كحزب اجتماعي ضد رفع الدعم. الشعب التونسي مزال في حاجة الدعم. ولكن معاه اصلاح منظومة الدعم. باش ما تمشيش في اجياب الناس اللي مستحقوش. هذا اولا. والان. مدام نسب تضخم كبيرة. وارتفاع جنوني في الاسعار كبير. وحرب معناها موجودة معناها في اوروبا. بعلاقة بالبيترول. بعلاقة بالقمح اليوم. لا يمكن. معناها رفع الدعم ورفع الدعم سيؤدي لحرب الهلية واحد. هذا ايقاف الانتدابات. انا معي ايقاف الانتدابات. ولكن فما قطعات لا يمكن ايقاف. اليوم في بقعة اندخل الداخلية موظفية. اندخل موزارة تربيع. في بقعة اندخل مؤسسة العسكرية. اندخلها موزارة الصحة اليوم. ووقف في المناطق الاخرى وحاول معنا يمشي بالرقمنة. بعلاقة بيقاف الوجور. رأي الوجور مهزلة اللي في تونس. انا تقول لي نقص في كتلة الوجور لانها مرتفعة. لانك مش قاعد تنتج. انتج انتج. دخل فلوس. وصدر. واخلق الثروة تتولي معناها الكتلة متاع الوجور تولي ضعيفه. وبالتالي المشكلة مش في كتلة الوجور اليوم. الخوصة مع اصلاح المؤسسات العمومية. واذا قالوا الاتحاد قبلنا نحن ونحن في حكومة الاسفق فيخ. خلنا اجتماع مع الاتحاد واضبطنا قائمة انتع تسعة مؤسسات عمومية. باش نبديوا بها. كا بركا الرغبة الاولى هي في الاصلاح. ما نجحناش في الاصلاح. كيفاش الاصلاح سيغازي. يعني ما ترش انه خوصة نجم يكون حل يعني. هل يش الفساعة هذا. هو رو تم بعض المؤسسات اللي مش في قطاعات استراتيجية. ونعتيك مثلا تونس الدولة التونسية. عنا ثلاثة بنوك عمومية اليوم. اه. وعنا بعض البنوك اللي الدولة التونسية مساهمة فيها مساهمات صغيرة. فاش قام مساهمة في بانكة صغيرة وهي ما تتحكمش فيها. انبيح. ذاك وردو. فما قطاعات غير استراتيجية سمحني. فاش قام الدولة تصنع في الدخان وتصنع في الشراب وتصنع في. تسلم في هذا القطاع الخاص. ما تصنع ليش دخان دولة اخوي. ما تصنعش. دخل خواص. فم مؤسسات فيلسة كما تونسية. تونسي. دخل اخوي معناها شريك استراتيجي معاك. نحافظ على كاسم تابعة دولة التونسية. اما التونسية مش تقعد تستنزف المالية العمومية. ومعناها فلوس التوانسة اليوم. باش هي تصرف على ثمانية لاف ولا تسعة لاف موظف. اذا كلمة نجا مش تقعد. بالتالي نحن مع الاصلاحة الخوصة في حالات استثنائية. وهي تبقى اخر الحلول. اليوم اللي قلته معناها المديرة العامة عن صندوق النقد الدولي. قلت وعدتنا الحكومة. ما قلتش بالاصلاحة. قلت بالخوصة. الدولة تونسية. دولة قيس عيد اليوم. رغبتها اليوم مش تفوت في القطاع العام. وهذا راو باش يلقى صد. من النقابات ومن الاحزاب ومن المجتمع المدني. مستحل لاش قتلك يا رأي الحزمة ما سمي بالاصلاحات والاتزامات اللي قامت بها السيدة نجلة بودن. باش تعمل كارثة في تونس. ربما الحقيقة ربما تانو اكتشفوه يعني في الايام في الايام القادمة ربما تكون يعني. على كل حال نحنا. اصلاحات النجمة تكون عندها منفع للبلاد. انا مع الاصلاحات. ولكن لا تقوم بهذه الاصلاحات حكومة ضعيفة. حكومة لا شرعية. حكومة فاقدة للصلاحات. وحكومة فاقدة للكمبيتنس. هذو من ناس ما عندما ذيك نجلة بودن ذيك رئيس حكومة اخي تكلموا جدكما. راو اختارها كمرأة راهو. باحها كمرأة التوانسة يغش في التوانسة اول مرأة تونسية معناها تتولى معناها منصبة. اما لمرأة مع كامل احترامات اليها. عليك سيارة. لا عندها خبرة. لا عندها تجربة لا قادرة مش السير حكومة. مرأة لا تتكلم. هل هذا موقف مبني على كوكو كمعارضة؟ انا على اداة. يودي انا راني مش مش كنت يا اشخاص. انا نقيم في اداة. انا عندي سنة اليوم. الحكومة دي عندها سنة. انا مش مثل الترف الاخر. يقول يعني هاو قداش من رئيس حكومة تعد على تونس. اسمع انهم يحكيه ولكن سفر فعل. يعني ليس ضرورة يحكي رئيس الحكومة. الفعل ليش فعلة هي. هي اللي تكلم لتفعل. هي تدمر في الاقتصاد البلاد. هي تدمر في اقتصاد البلاد سمحني. هي تدمر هي حكومتها. انا اليوم نتمنى في حياتي يجي نهارو الناس هذي تقف امام المحاكم. وتحاكم وتحاسب. راه هو الوضع اللي عايشينه من الفوضى ومن العبث. ما ينفع فيه الا المحاسبة. رأنا فشلنا في الماضي لانه محلناش ملف المحاسبة. وعملنا مصار عادال انتقالية منجحش للاسف وقع تدميره. اليوم المرحلة القادمة كان نحب نبنيه على وصول سليمة لابد فتح المحاسبة. بدءا برئيس الدولة بالحكومة بالمجلس الاعلى القضاء بهاية الانتخابات. هذو من الناس شركة في تدمير مؤسسات الدولة التونسية في تعطيل مصار الانتقال الديمقراطي اليوم وفي الانقلاب على إرادة الشعب التوس. على كل هذا يبقى موقفكم كمعارضة. اكيد. والباب الراديو مفتوح الموقف الاخر. واللي بشيكون موجود بليتو الموقف الاخر موجود معانا في البلاتو. ما ننتقل الحكومة بتجيوكم. الحكومة كان يعطي يا ربي رد دور من البلاتو البلاتو وتفسر للتوانسة وتعطي وجهة نظر وترد علينا وترد على غيرها. أنا للعب في دوري. ألعب هي دورها. عليش خايفة تلعب دورها. لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. لأنه مش حاملة لمشروع للتوانسة. حاملين شعارات ففضة. للطرف الحكومي. مفتوح للطرف الحكومي. مفتوح للموقف الاخر. لرد على أكلامك سيغازي. السؤال الأخير سيغازي تحركتكم القادمة كيف تكون هناك تحالفات ممكن. ممكنة بخلاف التحالفات الموجودة. نحن كما تعرفوا الخماسي عمل ندوة صحفية عنده مدة. وأعلن معناها مواصلة العمل للمشتركة. وأعلن أنه بصدد فتح حوارات ونقاشات مع أطراف أخرى أحزاب أخرى. منظمات مجتمع مدني. شخصيات معناها وطنية مستقلة. اللي تبنى معنا نفس الموقف. فمتعنا الرافض لهذا التمشي اللي قوده سيد قي سعيد منذ 25 جوليا. ونعتقد اليوم السبيل الوحيد هو مقاومة هذا التمشي. والسبيل الوحيد هو الخروج للشارع والاحتجاج. والسبيل الوحيد اليوم لإنقاذ بلادنا هو إسقاط السيد قي سعيد. وكل منظومة معنا قي سعيد والسرجاع سريعا لما صار الانتقال الديمقراطي. ولكن ليس برغبة العودة. لا ما قبل 24-25 جولا. ولا ما قبل كذلك 14 جام في 2011. نحن نحب ونبنيه. ديمقراطية سليمة. ديمقراطية قادرة أن ترجع الأمل في التوانسة. ديمقراطية قادرة أنها تجلب التنمية وتجلب الرفاه وتجلب الرخاء لكل مواطنين مواطنة. هكذا كنت وصلنا الختم ربريك الانتريفيو. ونمشوا الفاصل ونرجعوا مع الفقرة الأخيرة ميسنجر.